ومن واشنطن ينضم إلينا الدكتور محمود بلحمر الكاتب والصحفي المختص بالشؤون الأمريكية سيد بلحمر بعد التحية لماذا نقل دونالد ترامب المعركة الانتخابية إلى فلوريدا أو ولاية الشمس المشرقة كما تسمى وفي يوم واحد طبعا لأن فلوريدا من الولايات الرئيسية التي يجب أن يحصل عليها في الانتخابات الثالث من نوفمبر المقبل فلوريدا ولاية مهمة وفي العادة هي من بين الولايات التي تحدد الفائز إضافة إلى ولاية ويسكونسون وأيضا بنسلفانيا وميشيغان رئيس ترامب في 2016 حقق فوزا ساحقا على هيلاري كلينتون ولكنه حقق فوزا بأصوات دائلة فاز بثلك الولايات بفارق قليل من الأصوات وهو الآن مطالب بأن يفعل المزيد ويركز طبعا الآن التصويت حوالي 75 مليون أمريكي صوتوا لحد الآن يعني أن هناك مجال ضيق للأصوات ولكن كل صوت مهم في هذه المعاركة الانتخابية الحاسمة والرئيسية طيب ولكن دكتور هنا وفق استطلاع لوكالة رويترز وأيبسوس فإن بايدن حصل على 49% في فلوريدا بينما حصل ترامب على 47% لماذا تأخر ترامب في فلوريدا أو تعادل مع بايدن رغم أنه فاز بهذه الولاية كما تفضلت في 2016؟ هناك عدة عوامل من بين العوامل أو هناك كتل انتخابية مهمة بالنسبة لترامب دعمته في 2016 ولكن هذه المرة ربما لن تدعمه بشكل كبير من بين هذه الفئات على سبيل المثال المسنين يعني هذه الفئة بسبب وباء كورونا يعني كانت الفئة الأكثر تدررا من وباء كورونا وأيضا بسبب خوفها من مسألة الرعاية الصحية وعزم إدارة ترامب على التخلص من برنامج الرعاية الصحية للرئيس باراك أوباما ربما هو الذي جعل هذه الفئة لا تدعم ترامب أيضا هناك تصويت اللاتينيين أو يعني الإسبانيكس فهؤلاء ربما لن يتحمسوا هذه المرة أكثر لترامب ولكن على ذكر فلوريدا فلوريدا في كل انتخابات رئاسية هي الفارق بين المرشحين فارق ضئيل جدا والتركيز في رأيي حتى وإن فاز بايدن أو ترامب بفلوريدا التركيز في رأيي على ثلاث ولايات رئيسية وهي ويسكنسون ميشيغن وابنسلفانيا نعم ولكن بالعودة إلى فلوريدا هل ستكون هذه الولاية هي الحاسمة بين دونالد ترامب وزو بايدن في الانتخابات الحالية؟ هي ولاية رئيسية ولكن كما أشرت ليست هي الولاية الحاسمة الولايات الحاسمة كما أشرت هي الثلاثة ويسكنسون وميشيغن وابنسلفانيا ولا يهم من يفوزوا بفلوريدا فيما بعد أكيد أنها مهمة لأن عدد المندوبين لم أسمع سؤال لماذا استبعدت ولاية فلوريدا من بين الولايات الحاسمة في هذه الانتخابات؟ أنا لم أستبعدها لكن قلت أن بإمكان مثلا جو بايدن أن يحصل على مئتين وسبعين مندوبا الكافية لكي يفوز في الانتخابات الرئاسية إذا فاز بالولايات الثلاث وهي ويسكنسون وميشيغن وابنسلفانيا ولا يهم إن خسر فلوريدا فهنا المشكلة المسألة تتعلق بتحقيق مئتين وسبعين رقم كما هو معروف الرقم السحري للفوز بالانتخابات الأمريكية فإذا فاز بهذه الولايات الرئيسية الشمالية لا تهم فلوريدا بالطبع فلوريدا مهمة جدا لأن عدد المندوبين فيها تسعة وعشرين يعني رقم مهم جدا مقارنة ببنسلفانيا مثلا عدد المندوبين بها عشرين فأكيد أن فلوريدا ولاية مهمة والذي يفوز بها سيحسم الانتخابات الأمريكية أما إذا فاز دونالد ترامب كما أشرت بالولايات الثلاث ويسكنسون وميشيغن وبنسلفانيا أكيد أنه سيفوز بياته الانتخابات نعم شكرا جزيلا لك دكتور محمود بالحمر الكاتب والصحفي المختص بالسؤون الأمريكية كنت معنا من واشنطن ترجمة نانسي قنقر